اهلا وسهلا بحضراتكو في هذه التغطية الجديدة من تلفزيون اليوم السابع وزارة التموين والتجارة الداخلية قررت استمرار اتاحة خدمة تسجيل رقم المحمول لاصحاب البطاقات التموينية وذلك ضمن بيانات البطاقات على موقع دعم مصر وكمان على بوابة مصر الرقمية حتى بعد انتهاء الفترة المحددة واللي كان اخرها يوم 30 سبتمبر الماضي الا ان وزارة التموين قررت استمرار الخدمة وده للتيسير على المواطن في الحصول على الخدمات الخاصة بمنظومة دعم الخبز والتموين الالبترونية خلينا اوضح لحضراتكو ان الوزارة اتاحة الخدمة من خلال موقع دعم مصر وبوابة مصر الرقمية وايضا من خلال مكاتب التموين المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية كمان اتاحة خدمة تعديل لرقم الهاتف حيث يحق لصاحب البطاقة في حال تغيير رقم الهاتف الخاص به الدخول على موقع دعم مصر او بوابة مصر الرقمية وكتابة رقم المحمول الجديد كل هذا في اطار حرص الوزارة على التواصل مع اصحاب البطاقات التموينية وابلاغهم باي خدمات تقدمها الوزارة او اي خدمات جديدة سيتم الاعلان عنها في الفترة المقبلة والتي ستكون عبر الهاتف وعن اهمية ربط رقم الهاتف بالبطاقة التموينية اوضح الدكتور عمر مدكور مستشار وزير التموين للتكنولوجيا والمعلومات ان تسجيل رقم الهاتف على بطاقات التموين هدف مصلحة المواطن في المقام الاول حيث يتيح سهولة التواصل مع اصحاب البطاقات التموينية لتعريفهم بالخدمات الحالية او بالخدمات التي تدرس الوزارة اتاحتها وايضا من خلال رقم المحمول مثل استخراج بطاقة بدل التالف او الفاقد وتم ميكانت منظومة خدمات بطاقات التموين واتاحت الخدمات الكترونيا وذلك للتيسير على اصحاب البطاقات الحقيقة كمان ان وزارة التموين بتسعى الى فسهيل تسجيل رقم الهاتف على بطاقات التموين وده بانها لا تشترط ان يكون مقدم الطلب لمكتب التموين رب الاسرة وسمحت ان يكون احد المستفيدين بشرط ان يكون رب الاسرة له هاتف محمول مسجل باسمه مع عدم تقديم اي مستندات لاثبات ملكية خط الهاتف المحمول ويكتفي فقط برقم البطاقة التموينية والرقم القومي ورقم هاتف مسجل باسم رب الاسرة كمان وزارة التموين استثنت اسر السجناء وكبار السن غير القادرين على الحركة وليس لديهم خط هاتف محمول من التقدم لتسجيل رقم هاتف لهم على ان يقدم احد ذويهم لمكتب التموين التابع له ما يثبت صحة ذلك مستمرين في تغطية اخبارية على مدار الساعة من تلفزيون اليوم السابع شكرا جزيلا لحضرت اشتركوا في القناة